نظم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار جلسته الرابعة ضمن سلسلة المختبرات الابتكارية التي أطلقها المجمع مؤخرا لمناقشة مواضيع النقل والإمداد في الإمارات والأبحاث التطبيقية في التنقل لمواكبة التحول السريع في تكنولوجيا النقل والإمداد جاءت الجلسة النقاشية التي نظمها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ضمن المختبرات الابتكارية إذ تم استعراض مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بالنقل بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلين الشركات العالمية في مجال النقل نطمح من خلال الجلسة هذه إلى ترسيخ مكانة المجمع كحلقة وصل بين القطاعات المختلفة وأيضا كمنصة للتباحث في أفضل التكنولوجات الحديث طبعا نحن نستغل الجلسات هذه للترويج للمجمع والشركات الموجودة في المجمع وأيضا نحدد الفرص الجديدة والشركات الجديدة والاستثمارات الجديدة في هذا المجال رابع جلسات سلسلة المختبرات الابتكارية ناقشت مجموعة من المواضيع عبرزها استراتيجية النقل والإمداد في الإمارات لبحث كيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة هذا القطاع وفق أرقى المستويات والممارسات العالمية لتدعيم الاستدامة في وسائل النقل ووضع الحلول المناسبة للنقل عم نشتغل مع المجمع لنقدر مع الطلاب بالجامعات لنقدر نلاقي طريقة تكنولوجيا جديدة نفتخر فيها من الإمارات للعالم هنا في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا نتطلع إلى عرض مشاريعنا ومتجاتنا التي تعمل على الطاقة المتجددة لتعزيز الاستدامة كأسلوب حياة يأتي تنظيم هذه الجلسات ضمن رؤية شاملة أحدثتها متغيرات عالمية أبرزت ملامح ثورة صناعية رابعة بدت معالمها بتغيرات غير مسبوقة في حياة البشرية كالتحولات في عمليات النقل والطرق والتي بدأ المجمع بتنفيذها من خلال مشروع القطارات الهوائية المعلقة في الأرض إذن لمواكبة الحراك التكنولوجي في النقل والإمداد ها هو مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يواصل عقد جلساته لإخبار الدار هويد الشرقي الشارقة